اوصف بالثوري هو فحص طبي يتابع بدقة التغيرات التي تحدث في خلايا عنق الرحم ولكنه أيضا يشخص أربعة أنواع من السرطانات دفعة واحدة هذا الفحص الجديد من نوعه توصلت إليه دراسة بريطانية برصد علامات الحمض النووي DNA الخاصة بأنواع أخرى من السرطانات إذ يمكن استعماله مستقبلا كاختبار تنبؤ لسرطانات الثدي والرحم وعنق الرحم استعان العلماء في دراستهم بعملية تسمى مثيلة الحمض النووي أي دمج مجموعة المثيل مع جزء من الحمض النووي لتغيير بناء المادة الجينية وينتج عن ذلك طبقة إضافية من المعلومات فوق الحمض النووي تضمنت الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية جينوم ميدسون فحص 1254 عينة من عنق الرحم لسيدات لديهن تغيرات قد تحمل مخاطر ضعيفة أو كبيرة عند اختبار هذا الفحص في اكتشاف سرطان عنق الرحم كان أداؤه أفضل من الفحوص المتوفرة حاليا في رصد اللواتي يعانين تغيرات في الخلايا هناك ويحتجنا إلى العلاج يستطيع الفحص توقع 55% من إصابات السيدات التي يحتمل حصول تغيرات في خلايا عنق الرحم لديهن خلال السنوات الأربع المقبلة والمقصود هنا السيدات التي يعانين من فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب غالبية إصابات سرطان عنق الرحم ويحتوي الحمض النووي على كل جينات التي يريثها الأشخاص من الوالدين لكن عملية مثيلة الحمض النووي تقول للخلايا أي أجزاء من الـ DNA يجب أن تقرأ بما يساعد في عملية التنبؤ وعن طريق مثيلة الحمض النووي يعتقد العلماء أنهم يستطيعون اكتشاف السرطان وربما يمكنهم أيضا توقع خطر الإصابة بالسرطان مستقبلا عوامل مثل التدخين والتلوث والحمية الرديئة والسمنة تؤدي إلى إحداث تغييرات وعلامات في كيفية سلوك الخلايا في عنق الرحم فالوقاية مستحقة هنا ودائما من أجل التمتع بصحة وعافية وللمزيد عن هذه الدراسة البالغة الأهمية خصوصا بنسبة لسيدات معنا من عمان الدكتورة غدير عبدين مستشارة أمراض الدم والأورام دكتورة صباح الخير أهلا بك معنا في صباح جديد يعني من وجهة نظرك مستشارة أمراض دم وأورام أين تكمن أهمية هذه الدراسة؟ ولو تبسطي لنا عن ماذا يتحدث هذا الاكتشاف والذي وصف بالثوري صباح النور وأهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة والله هذه الدراسة دراسة مهمة أجريت على حوالي 3000 مريضة من مراكز في أوروبا وبريطانيا بالتحديد مختصة في الكشف المبكر عن أورام النسائية وأورام الثدي نحن عادة نعمل مسحة عنق الرحم للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وندرس التغييرات في الخلايا الناتجة عن الفيروس الـ HPV أو الورم الحليمي المتعدد المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم بهذا الفحص تم دراسة الحمض الجيني والتغييرات في الحمض الجيني وهو DNA methylation أو مثيلة الـ DNA اللي بتحصل في الخلايا اللي تسبق حدوث السرطان بسنوات مشان أسهل على المشاهدين الـ DNA methylation عبارة عن سوفتوير أو بردامج بتساعد الخلايا على قراءة الحمض النووي الـ DNA مشان تساعدها على القيام بوظائفها وواجباتها خلال مسيرة الحياة للإنسان والإنسان بتعرض خلال مسيرة الحياة إلى عوامل في البيئة عوامل من طبيعة الحياة التدخين الأكل الغير الصحي يؤثر على الـ DNA methylation أو تغييرات الميثيليشن في الـ DNA وبالتالي هذه التغييرات تسبق حدوث السرطان وقد تتنبأ بحدوث السرطان في أربع أنواع الـ White Test درس هذه الآثار على الحمض النووي دراسة دقيقة ووجد أنه أدق بنسبة 35% من الفقوصات الجينية في الكشف المبكر عن كثير سرطانات صرنا بهذا الفحص ممكن اكتشاف 75% من النساء ذوات الخطورة العالية بالإصابة بسرطان الثدي 60% من السيدات ذوات الخطورة العالية بالإصابة بسرطان المبيض و55% من السيدات بالإصابة بسرطان عنق الرحم وبالتالي يكتشف السرطان قبل حدوثه بسنوات قبل تكون الخلايا ولم يصبح هناك تغييرات في الـ DNA في الميثيليشن تبع الـ DNA وبالتالي العلاج يكون قبل حدوث السرطان بسنوات يعني احنا ما بنحكي عن كشف مبكر نحكي عن منع حدوث السرطان منذ البداية يعني دكتورة غدير أصبع الخير بداية فعلا هذا الموضوع ملفت والحديث عن الجينيوم والشفرة الوراثية والـ DNA يعني منذ فترة نتحدث عن اكتشافات تتعلق بهذا الموضوع ليس فقط في السرطانات أو السرطانات المتعلقة هذه الأربع سرطانات أيضا فيما تعلق بالشريان التاجي السكري إلى ما ذلك على ما يبدو الاكتشاف الثوري هو يتعلق بالقدرة على قراءة هذه الشفرات التي يرسلها إلينا الجينيوم والتنبؤ يعني هنا الثورة الحقيقية تتعلق على ما يبدو في الجينيوم أصبح الإنسان قادرا على قراءة هذه الشفرات وفهم هذه الإشارات التي يرسلها الجينيوم لنا والتنبؤ بالتالي للأمراض المحتملة في المستقبل هل بدنا اليوم أمام عمليا ثورة أيضا أخرى في معالجة هذه الأمور قبل حدوثها يعني ليس فقط التنبؤ والتغيير تغيير على هذه الشفرات عمليا الوراثية بحيث نمنع حدوث السرطانات ونمنع حدوث كل المشاكل المستقبلية المحتملة طبعا التغييرات الجينية هي الاستبب الأولى قبل حدوث أي نوع من السرطان فإحنا بمسحة عنق الرحم هي مسحة بسيطة ندرس التغييرات الجينية على هذه الخلايا قبل حدوث السرطان بسنوات زي ما حكيت بالإضافة للاكتشافها في مراحل مبكرة أو ما قبل حدوثها طبعا صار في تطورات في علاج الأورام صارنا نستخدم العلاجات الجينية العلاجات الموجهة عن طريق الجينات عن طريق طفرة جينية معينة ممكن نكتشف دواء معين بمنع حدوث السرطان أو بشفي السرطان إذا كان في مراحل مبكرة دكتور غدير هل هذه العملية التي هي مسحة عنق الرحم هل تغني عن الماموغرافي أو الفحوصات الدورية التي ينصح بالنساء بإجرائها دوريا كل سنة أو كل سنتين حسب العمر هل هذا الاكتشاف يغني عن ذلك؟ وبالتالي في أي أعمار ينبغي على الفتيات أو السيدات القيام بهذا الفحوص؟ وكل متى؟ يعني كل سنة أو سنتين أو ماذا؟ لحد الآن هذا لا يغني طبعا عن صورة الماموغرام أبدا لأن هذا الفحص بحتاج إلى أو هذه الدراسة محتاجة إلى إجراءها على سيدات بأعداد أكبر من هيك لا يغني أبدا عن صورة الماموغرام ولكن الـ HPVT أو الـ Pap smear اللي هو مسحة عنق الرحم منجريها عادة كل ثلاث سنين أو كل خمس سنين حسب نوعية الفحص المستخدم للسيدات بعد الزواج بخمس سنين ولا زي ما حكنا لا تغني عن الماموغرام أو الألتراساوند في الكشف المبكر متى سيصبح هذا الفحص بمتناول جميع السيدات؟ وفي الدول العربية؟ هلأ هو الفحص بمت... مسحة عنق الرحم هي متوفرة بكل دول عربية ولكن الدراسة الجينات أو التغييرات الجينية والمثيلة الـ DNA هاي لسه غير متوفرة لسه ما تم عليها الـ Approval من الـ FDA 100% ولكن هناك أمل بأن خلال السنوات الجاي أنها تصبح فحص طبيعي يجرى زي مسحة عنق الرحم بالإضافة إلى فخصات جينية أخرى شكرا لك من عمان أدكتورة غدير عبدين مستشارة أمراض الدم والأوراح شكرا لك